هذا الشخص لم يرد فيه توثيق نعم يوجد طريق واحد لإثبات توثيق هذا الرجل وهو الترضي عليه من قبل بعض أعلامنا وهذا مبنى ذكر في محله أن طلب الاستغفار طلب الترحم طلب الترضي على أحد هل يدل على وثاقته أو لا يدل السيد الخوئي قدس الله نفسه على القاعدة كما تعلمون على القاعدة سيد الخوئي في معجم رجال الحديث سيدنا الأستاذ سيد الخوئي الجزء الأول صفحة اثمانية وسبعين قال ترحم أحد الأعلام مرادا من الترحم يعني الأعم من الترحم والترضي وغير ذلك مو خصوص الترحم يقول واستدل على حسن من ترحم عليه أحد الأعلام كالشيخ الصدوق ومحمد بن يعقوب وأضرابهما بأن في الترحم عناية خاصة بالمترحم عليه فيكشف ذلك عن حسنه لا محالة لم يدل على أنه ثقة لا أقل يدل على أنه ماذا حسن والجواب عن أن الترحم هو طلب الرحمة فهو دعاء مطلوب ومستحب في حق كل مؤمن وقد أمرنا بطلب المغفرة إذن أدخل بعد الترحم ماذا المغفرة أيضا لجميع المؤمنين وللوالدين بخصوصهما وقد ترحم الصادق على كل من زار الحسين بل إنه سلام الله عليه قد ترحم لأشخاص خاصة معروفين بالفسق لما فيهم ما يقتضي ذلك كالسيد اسماعيل الحميري فكيف يكون ترحم الشيخ الصدوق أو محمد بن يعقوب وأمثالهم كاشفا عن حسن المترحم عليه وهذا النجاشي قد ترحم على محمد بن عبد الله ابن محمد بن عبيد الله ابن البهلول بعد البهلول المعروف مولانا بعدما ذكر أنه رأى شيوخه يضعفونه وأنه لأجل ذلك لم يروي عنه شيئا وتجنبه سؤال هل يوجد أحد ترضى مترحمة ترضى على من على محمد بن محمد بن عصام الجواب نعم الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه في مشيخته في من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع في ذيلي وما كان فيه عن محمد بن يعقوب الكليني يقول فقد رويته عن محمد بن محمد بن عصام الكليني وعلي بن أحمد بن موسى ومحمد بن أحمد السناني رضي الله عنهم إذن الصدوق ترضى على من على محمد بن محمد بن عصام الكليني فهل يدل على الوثاقة أو لا يدل بنحو الإجمال أعزائي الوقت بدأت داركنا بنحو الإجمال أعزائي لا بد أن نعرف معنى الترضي ما هو فإن كانت ترضي رضي الله عنه معنى عام كما تقول غفر الله لا كما تقول رحمه الله ونحو ذلك فالحق مع من ها مع السيد الخوف لماذا لأنه أساسا أنت عندما تقول غفر الله له أساسا في بطن شنو أقول ها في بطن أنه هذا عاصي والله شنو ولذا أنت تجد على بعض الصحابة أنت عندك استعداد تقول غفر الله له ولكن عندك استعداد أن تترضى عليها وما عندك استعداد ها لماذا هذا يكشف عن وجود فرق بين مسألة طلب الاستغفار أو ارترحم وبين مسألة ماذا الترضي واقعا أنت إذا قلت عن علم من الأعلام رضوان الله تعالى عليه يعني تتقول عنده شكبان من المعاصي والله يغفر له هذا مقصودك شو تريد تقول من رضوان الله عليه ها وتريد أن ترفع مقاماته من قبيل قدس الله نفسه قدس الله سره أعلى الله مقامه لو قال أحد هذا عن شخص عن ماذا يدل مو يدل على أنه حسن مو يدل على الوثاقة بل يدل على أعلى ماذا درجات الوثاقة إذن بنحو الإجمال أقول كما قلت أنه لابد أن نعرف ما معناه وأين يستعمل عرفا رضوان الله تعالى عليه فإذا اتضح أن هذا الإصطلاح كما هو الصحيح لا يستعمل إلا لرفع الدرجات لا لمحو ماذا محو السيئات وصدر من إنسان عالم بالإصطلاح مر إنسان عادي لا يعرف الإصطلاح يقول قدس الله نفسه أصلا مباشرة أنت امتعترض عزيبه شونه تقول قدس الله نفسه ولكنه لو فرضنا أن الترذي صدر ممن؟ من الإمام المعصوم أو الترذي صدر ممن؟ من الشيخ الصدوق اللي هذول واقعا يعرفون الموازين أو لا يعرفون كاملا ووقفوا على الموازين يقفون ووقفوا على الموازين من الكلين وأنا شخصا من أولئك الذين أعتقد خلوا ذهنكم يا بمي فالجملة عزائي أنا أعتقد أن هؤلاء الأعلام أمثال الشيخ الكوليني أمثال الصدوق الطوسي هاي الطبق المفيد وغيره هؤلاء كانوا يعلمون أنهم دا يؤسسون ماذا؟ دا يؤسسون لمن بعدهم لأنهم كانوا هم حلقة الوصل بين الأئمة وبين ماذا؟ وبين الشيعة وشاهد هذا التاريخ اللي الآن تجده وعلى هذا الأساس لماذا في موضعين يقول رضوان الله عليه في مئات المواضع ماذا؟ قضية هوا ولا قضية صدفة مرة يقول ومئة مرة ماذا؟ لا يقول هذا يكشف عن أن هؤلاء كانوا ملتفتين جيدا لما يفعلوا إذن في اعتقادي بأنه قضية الترذي وقضية الترحم حتى في بعض الأحيان حساب الترذي خلونا نكون أعلى درجاته إن لم يدل على الوثاقة إن صدرا من أهله وعارف بالاصطلاح فلا أقل يدل على ماذا؟ على الحسن وهذا مما لا ريب فيه عندي